موسيقى موسيقى بعد سنة من النضالات التي اخذتها الديمقراطية الشغل من اضراب عام ومن مسيرات اقليمية ومسيرة وطنية فرضنا انتازعنا مكتسبات بالنسبة للطبقة العاملة علمنا ان الطبقة العاملة تستحق اكثر نظرا لمجهودها وظروف اشتغالها كجزء من ثمارات الانتاج انتازعنا تحسين الدخل بصيفة عامة من خلال زيادة عامة في الأجور في القطاع العام من موظفين الجماعات الترابية ومؤسسات عمومية وغيرهم من موظفين في القطاع العام بالألف درام صافية وكذلك بالنسبة للعاملات والعمال في القطاع الخاص هو الرفع من الحد الأدنى للأجر لا في القطاع الصناعي ولا القطاع الفلاحي من 13% لكن هناك مطلب مشترك لضلة الكنفدرالية تناظر من أجله هو تحقيق العدالة الجبائية ومراجعة الأشطور الضاربة على الدخل وهو ما تم التفاق حوله من أجل أنه يكون تخفيف للعيب الجبائي والضاربة على الطبقة العاملة بصفة عامة هذه آلية تحسين الدخل علما ان شعار ونضال مستمع سيستمر النضال من أجل مكتسبات لأنه الضرفية التي عرفها المغرب وعرفها في السنوات الأخيرة كانت فيها ارتفاع غير مسبوقة دي النصر بتدخم واستمر ارتفاع الأسعار في العديد من المواد وهو ما يفرض على الدولة مواصلة تحسين الوضعية المادية والقدرة الشرائية من خلال آليات ديالتفعيل السلال المتحرك للعجور كانت قضايا أخرى لأي أساسية إما حوارات قطاعية ما مكتملاش أو ما كيناش هو أنه التزام ديال مواصلة الحوار على مستوى القطاعات التي كانت تخوض احتجاجات من جماعات وعدل وصحة وتجهيز وغيرها من القطاعات من أجل مراجعة الأنظمة الأساسية وتحقيق المطالبين وكذلك المسألة متعلقة بالهيئات المشتركة من مهندسين ومتطرفين كان المسألة الأخرى التي هي أحد القضايا التي ناضلت الكومفدرالي منذ تكسيسياي لحرية نقابية واليوم بعد تراجعات التي عرفتها السنوات الأخيرة من أجل احترام كامل حرية نقابية واحترام الحقوق الاجتماعية خاصة في القطاع الخاص وكان أيضا من القضايا التي كانت موضوع حوار هي كل ما يتعلق بالتشريع الاجتماعي كل ما يتعلق بالقضايا المجتمعية تقعد ليس مجتمعي يجب احترام منهجية ديال التفاوض حولها والتوافق حولها قبل الإحالة ديالها على البرلمان لأن تقعد خاصة ضمان المقتسابات وخاصة مراجعة ديال الحكمة لأنه كان فساد في الصناديق وتم تهريب العديد من الأموال من الصناديق معناه ضرورة أن الدولة تحمل مسؤوليتها والقطاع الخاصي تحمل مسؤوليتها ككلفة ديال ما يسمى بالإصلاح وأن لا يكون الأجير أو الموظف هو واللي يمكن يؤدي هاد سوع التدبير وهاد الوضعية ديال الصناديق وكي الحق الدستوري الطبيعي ديال الطبقة العامدة وديالحركة النقابية حق ديال الإضراب تبقى المعايير الدولية هذه كلها قضايا وكي انتخابات المهنية يجب مراجعة القوانين ديالها نظراً لما عرفت من الزوار وفاساد اتخابات المهنية مراجعة القوانين كل هذه القضايا ستخضع منطقة التفاوض والتواف اليوم الكنفدرالية الدموقراطية الشغل تحتفيل بفاتح ماء والطبقة العاملة تحتفيل بعد توقيع الاتفاق الذي يعتبر تنزيل وتنفيذ الاتزامات الوردة في الاتفاق 30 أبريل الكنفدرالية الدموقراطية الشغل كانت قوة نيضالية في الشارع خادث معارك نيضالية مجموعة من المعارك نيضالية كانت آخرها مسيرة وطنية التي شهدها هذه الساحة التي سنكون فيها اليوم ثم كانت كذلك قوة تفاوضية من داخل الحوار وفرضت تحسين الدخل الأولي لعرضته الحكومة وليوم سطعنا نحقه مكتسبات أكيد بأنها غير كافية ولكن إيجابية بالنسبة للقطاع العام زيادة ألف درهم بالنسبة كذلك المؤسسات العمومية زيادة الثانية في سميك والسماك من بعد زيادة الأولي اللي كانت عشر في المئة الآن عشر في المئة أخرى السماك وصل الآن 25% دير زيادة فهذه كلها مكتسبات جديدة أكيد غير كافية ولكن نريد أن نوصل للنضال كانت انتظرنا قضايا استراتيجية من قبيل قانون الإدراب من قبيل موضوع التقاعد وهو لخصوة تعبئة وخصوة حضور قوي وخصوة نضام قوي من أجل مواجهات كل محاولة دير المسل بالمكتسبات وطبعا كان كذلك التزام دير الحكومة في الاتفاق بفتح حوارات قطاعية وعلى رأسها قطاع الصحة وقطاع الجماعات المحنية ومجمع من القطاعات الأخرى التي يجب أن استجيب الحكومة كذلك لمطالبين اشتركوا في القناة